السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر من قناة CP9 Madera رجعتكم اليوم بفيديو اخبار فيديو جديد عن 7 Deadly Sense Grand Cross بدي اتحدث في اليوم عن الديف نوتس بدي اتحدث عن شغلة يمكن ما انتبهوا عليها الناس نزلت من 14 ساعة بعد الديف نوتس ب4 ساعات واللي هي The Deaf Team is giving out diamonds طبعا قبل ما اشرح عن الديف نوتس قبل ما اشرح عن اي شي اه بدي اعطي رح احكي بس شو هو ال update وراح اعطيكم رائية على السريع فيه واشرح بعدين رائيه بشكل عام اول شي عنا ال event اللي رح تجي اللي هي تبع ال retweet هي طبعا انا نوعا ما هي ال reward اللي تحت هي ال reward وهي ال reward هدول تنتين اللي هي تبع تلاتين الف retweet والخمسين الف retweet انا حاسسهم كتير كتير تراش يعني بصراحة بدك تعمل تلاتين الف او خمسين الف retweet مشان تاخد التكت اللي هيطلع لك فيها اس ار من الاخر مشان اس ار بدي اعمل خمسين الف retweet عفكرا خمسين الف retweet ابدا ابدا مش قديل لا با هيك عم تجبرنا انو احنا مو تجبرنا يعني انو بطريقة او باخرى عم تقلك انو عملي دعاية مشان اعطيك شخصية اس ار بالنهاية انا ضد بصراحة انا والله مني وعلي ما عملت retweet للقصة كله هاي لانو حسيت انو هنة يعني متل عم يستغفلونا يعني شو بالله انا بعد ما عمل لك خمسين الف retweet وعمل لك دعاية لله بتجي بعدين تعطيني هاي تيكت لازباء لي لا ما بدي شكرا العشر جمات اوكي ال part one ssr تيكت عبارة عن تراش رح يطلع لك فيه احسن شخصية ممكن تلع لك فيه هتكون يمكن اسوأ شخصية من ال part two انا هاي هاي الشغلة بالزات عم بنتقدها انتقاد كتير كبير لانو مو مستاهل الجاء يعني المجهود مو مستاهل الجائزة اللي رح يعطونا اياه هاي مكون اللي احنا خلصنا من ال retweet event بنجي بعدها طبعا بيقلك انه وقراند كروس واتاك ان تايتن كولاب وعلى فكرة لعبة اتاك ان تايتن الاصلية اللي موجودة على الموبايل ب 31 8 رح تتسكر تماما يعني هي لعبة جدا فاشلة رح تسكر ب 31 8 طيب نجي لحنا على ال اللي هنه طبعا جريدة هنه كاتبين وشوفوا انتو انا بس بدياكم تركزوا على الجزئية هاي اللي تحت هاي اللي هي تبع الانطباع تبع اللاعبين 194 angry face و257 happy face قبل ما احكي عن الابدت قبل ما احكي عن اي شي انا بتذكر من 3 اسابيع لما نزل الانونسمت بالجاب بالنسخة الياباني انه رح يكون في اتاك ان تايتن فعليا فعليا ما ضل يمكن واحد على الفيسبوك على الريديت على الفورم بكل مكان ما ضل حدا يمكن ما بصار يبكي انه ليش عم تعطوها للجابانيز ونحنا ما عم تعطونا ايها جلوبال وانا واحد من اشخاص اللي كنت بصراحة مزعوج نوعا ما انه انا جعل بالي هاد الكولا بيجي على النسخة العالمية بنفس الوقت اللي هو موجود فيه بالنسخة اليابانية طبعا مو شرط انه انا كنت بصراحة بديها بيجي بنفس الوقت معناته انه انا والله بدي نكون احنا نتعامل متل معاملات للنسخة اليابانية لا بس بالهالموضوع بالذات يعني انا لانه اذا بتتذكروا في واحدة من الديف نوتس اللي نزلوها قالوا هنه حتى اذا بتتذكروا انا قريت الديف نوتس وقتا قلت لكم انه اللعبة عم تقول حنجيب شيء بالمستقبل القريب بيذكرنا بالسلايم ايفنت بالسلايم كولابريشن اللي عملوه فانا قلت اعتقد اتاكون تايتن كتير ناس قالوا انه لا ومدرشوا حتى في ناس بعرفهم كنا عم تناقش بهالموضوع وقالوا مستحيل يجيبوها وانا كان عندي قناعة انه رح تيجي لانه هن بما انه ذكروا موضوع السلايم فاجبار يحيكون قالوا انه نيو ستوري فقالت انه ممكن اتاكون تايتن وفعلا اليوم الصبح نزلوا اللي هو انه رح يجي الكولابريشن انا كتير كتير متحمس متل ما اذا لاحظتوا انا باكتر من الفيديو سابقين حكيت انه بلش ديء خلقي من موضوع الروتين ومن نفس الشي فارم هاد الشي فارم هاد الشي هلا يعني انا حاسس انه هاد الشي او هاد ال الابديت الكلابريشن الي هيجي حيكون متل للعبة بالنسبة للي عفكرة قبل ما احكي لكم عن الابديت قبل ما اقلكم عن اي شي هاي الابديت هاد ابدا ابدا مو ضروري انتو تعملوا على هاي الشخصيات انا مني وعلي بدي اعمل مشان ميكاسا لانه ميكاسا هي شخصيتي المفضلة باتاكون تايتن كتير بعشاء الشخصية هاي واذا بتطلع لي نسخة واحدة منها بكون كتير فرحان وطبعا ليفاي و ايرن بس اه مينلي يعني بشكل رئيسي سيمكنك فور ميكاسا يعني انا بدي مشان ميكاسا اه و بنفس الوقت ميكاسا هتكون زرقة وممكن تفيدنا كتير ضد المونوريد جعل باليجربها بالبي في بي 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 بصراحة لانه في عندها شغلات مو موجودة باي شخصية تانية اللي هي السيكرت تكنيك اه اعتقد انه كل العالم شافوا شو هنال سبيشالات طبعات الشخصيات وبيعرفوا عنهم كل شي فما في داعي اني ارجع مليلكم وديقلكم خلقكم بالشرح عن شخصيات واحدة واحدة اه بس اللي لازم تعرفوه انه عندنا شخصية ايرن رح تعطينا نيو ميكانيك باللعبة اللي هي اه طريقة جديدة اللي هي اعتقد اعتقد هاي الطريقة رح يصيروا طبقوها باكتر من شخصية بالمستقبل ممكن يطبقوها بميليودس بيتحول لديمن ميليودس او بتحول للوزدفين اليزابيث تتحول لقودس اليزابيث كينج بتحول لهارلي كوين ولا لمدري شو كتير ممكن يعني هذا الشي حيفتح باب لانت ماربل انه هنه يزودوا من شخصيات اللي هي الترانسفورميشن ممكن غالاند يتحول لك كريتكال جيم اوفر ولا كريتكال جيم اوفر من كتر ماشو فيديوهات بيقولوا كريتكال جيم اوفر فكرت الاسم الحقيقي هي كريتكال اوفر فشوفوا حتى اذا بيقل لك هون هلو ديف تيمكيو فور ساپورت ان انجوين ده سامر افن افتر ده ساپورت عمل لك انه انتو يعني هلا اذا بتلاحظوا نحن اجاننا متل ما اجاننا ميت بانر وورا بعض كمان اجاننا ميت وورا بعض احنا خلصنا من من اجانا خلصنا من اجانا السمر خلصنا من دائما دائما نحن في وراء صح انا ده اكل اي من من الروتين بس انا لما يجي افنت بتحمس شوي لما يجي شخصية جديدة ممكن تغير يعني اكتر فترة كانت مملة باللابية انا ع فكرة المفروض اشرح لكم عن بس انا عم اشرح لكم رأيي بشكل عام عن اللي عم يصير باللعب حاليا. اه انا بصراحة اه بتحمس لما تجي يعني هلا مسلا لما يجي بصراحة بتحمس شوي لانه اه تخطيط تيم جديد اه منافسة على مستوى تاني غير البي في بي. اه ممكن شخصيات انت كنت معتبر انه هي شخصيات مهملة وكاببة انت ترجع لها. يعني هلا انا اعتقد ابل الايفنت وابل ريد اسكنور هيلبرام الاحمر تبعي كان لسه خمسة وسبعين مع اني كنت استخدمه. بس بعد ما اجي الايفنت الفاينال بوس البي في بير المونو ريد اه اضطريت اني ارجع للشخصيات القديمة اللي من ضمن هيلبرام وطورو للثمانين اه ضبطو شوي اه جربو بالبي في بي كتير بصراحة انا يعني متل ان عناشتني بصراحة هي الفاينال بوس. وهلا بالابديت اللي هيجي يوم الثلاثة الجاية هيكون فيه هوك باس. الهوك باس هيكون فيه ايرن. الاس ار. اعتقد كمان انتم شفتوا الاسبيشالات. ازا بدكم يعني اشرح عن الاسبيشالات تبعات الشخصيات الجديدة. اكتبوا لي بالكومنتس انه اه مشان مشان سوينهم فيديو خاص فيهم. انا هاد الفيديو بس حابب اني متل فضل فضلكم احكيكم شو رأيي انا بالمستقبل اللي عم يصيره. طبعا انا مع مية بالمية قلبا وقالبا مع انه يجيبوا الاتاكون تايتن كولابريشن. لقلكم اكتر من سبب. اول سبب وسبب الرئيسي انه هاد هو الوقت الصح لتجيبه وانه يجيبوه بالنسخة اليابانية هو الشي الغلط. ليش? بالنسخة اليابانية عندك وعندك ما في اقوى منهم باللعبة. وما ممكن تجي شخصية من الكولاب اللي هي مالها من سيفن ديدلي سينز. اه اللي هي بتقوله متل ما بيقوله كاركتر شخصية حصرية تجي اقوى من هدول الشخصيات. ليش? لانه انت فعليا لعبتك اسمها سيفن ديدلي سينز. انا اليوم كنت عم اتناقش انا وعبود من عباد جايمينج عم نتناقش على هاد الموضوع. قال لي طيب ليش اني ما بيجيبوه شخصيات يعني شخصيات الكولاب بيجيو شخصيات قوية. يعني قوية زيادة عن لزو. قلت له يعني ازا بدن نجيبوه شخصية من الكولاب اللي هو مو من سيفن ديدلي سينز. اقوى من الشخصيات اللي بي سيفن ديدلي سينز. وهنا هدول اساسا الشخصيات هنا شخصيات موسمية او شخصيات حتى مو موسمية. مرة مرة بيجو وخلاص بيروحوا بيختفوا. شخصيات السلايم صالوا تقريبا بحدود السنة جاينا على النسخة اليابانية ولهلأ ما ارجعوا. اتخيل انت كان واحد من هدول الشخصيات هو شخصية بتقلب اللعبة كلها. طيب اللي بلشوا بعد خلاص ما يلعبوا. اللي بلشوا مسلا من شهرين ما يلعبوا. هادا كل الشغلات هيتأسة. اما لحنا عنا ما 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 عنا الميتة تبعنا كتير قابلة انه هي تتغير من هدول هدول الشخصيات. يعني ممكن عن جد لحنا نستمتع فيهم هدول الشخصيات. لانه عندهم قابلية انهم يعطوا. اما بالنسخة اليابانية ما عندهم قابلية انه ينافسوا حتى. يعني بالنسخة اليابانية ازا بتحط انت مسلا اه ايرن الاخضر بيعكلوا اكل من اليودس. حتى هو بيتأكل اكل. عنا هلأ صح في الميتة تبع اه اسكانور الاحمر بس الوقت ممكن ميكاسا تكون بالتيم تبع اه تيم ميكاسا بالازرق. ممكن تصير تيم تبعك اه ديمان ميليودس ليليا وميكاسا. ليش لا? ممكن كتير لحنا نقدر بالجلوبال نعمل شغلات ما قدروا يعملوه بالجابانيز لانه في عندهم شخصيات اقوى بكتير من هدول. بس لحنا كجلوبال بلايرز عنا القابلية انه نقدر نستفاد من هدول شخصيات ونستمتع فيهم لاكبر فترة ممكنة. وانا عفكرة مع مية بالمية انه ما يجي من هون لثلاثة اربعة شهور تانيات. هو لانه انا بقلكم رح يخربوا اللعبة. رح يصير اللي ما عنده ما في داعي يلعب. ولي ما عنده ما في داعي يلعب. فانا ضد هادا الشي. طبعا بهاي اليفنت رح يجي لنا اول شي رح يكون في جديد اللي هو اللي هو هدا اللي وراء اعتقد. هيكون فيه اللي هي متل بتلعبها انت اه كتير جميلة وراح يكون فيه كمية هائلة من الجوائز. وعلى حسب ما فهمت انا انه رح يكون فيه اه متل افنت تقدر تفرن فيه بلو ستونز اللي هنا الوايكيننج ستونز طبعات الجير. التايتن اليمينيشن رح يكون في عنا التايتن كونكوست هدول كل شوف انت شوف كم افنت فيه. ازا بتتذكروا لما اجت اه اجا معها العفريت قديش كانت ممتعة. قديش كان فيه شغلات ممكن نعملها ونفرمها ومدري شو من الحاكي. يعني انا المفروض كنت اشرح لكم عن بس انا متأكد مية بالمية كل اللي عم يتفرجوا على الفيديو اردي شايفين وممكن يكونوا عم يدوروا على شي جديد ما نحكي فيه. انا بقلكم اه مو شرط ازا كل اليوتيوبرز عم يقولوا انه عم يستعجلوا معناتها هني عن جد عم يستعجلوا. لما عم ينزلوا بانارات كتير اوكي. يعني لما عم ينزلوا اه بعدين اسكانور بعدين اوكي هاد الشي بيعتبر عم يستعجلوا وبدوا المصاري. بس بالنهاية انتم ما تنسوا انه هي اللعبة ربحية. ما لا لعبة والله صدقة. هني ازا ما ربح ازا ما ربحوا اللعبة بتسكر. هاي لعبة تاتاكون تايتن رح تسكر. ليش? لانه الناس ما عم يدعموها. فما عم يقدروا هني يعطونا. انا الناس اللي اه اللي عم يدوروا على شخصية تفرق معهم اللابة كله لا يعملوا على هاي البانار. ابدا. لانه الشخصيات اللي هتاخدوه من هالبانار هيكون شخصيات للمتعة. لالكولكشن. ازا انت بتحب تجمع شخصيات. هلأ انا بالبانار تبع الاسلايم ما عملت على ولا واحد. ما عندي غير بني مارو اللي هني يعطونا يا بلاش. وهلأ انا ما بقولي يا ريت عندي ايهم. انا بصراحة بقول لانه انا بدي البوكس يكون في كل الشخصيات. بس انه ما فرقوا معي باللعبة ما اه اه قللوا من مستوايي باللعبة. انا لساتني كل اسبوع وشامبين وون كل اسبوع بال بالاليت وبالنورمال وما عندي ولا واحد من الاسلايم. وانا بقلكم بعد ما يخلص الاتاكوان راح ضل ازا ما عندي اهم راح ضل اه بالاليت وراح ضل بالنورمال. بس شو الفكرة من هدو الشخصيات انه هن يعملو لك متل اه شوية متل ما بيقولوا انه يغيرو لك الروتين تبعك. اه بدل ما انا كل يوم بف اسكنور بف بعدين اقتلو اه لا بصير بغير بجرب هي بجرب استخدم كريت دامج بجربها. انا بحب ان ينوع شوي. لانه بدي اخلقي زي ما بنوع. حتى ازا بشوف فيديوهات البي في بي 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 بحاول دائما ننوع. اه النقطة كمان في عندي انه انه ليش هن يجيبوا اتاكوان تايتن هلا? لانه هن بالاصل انه ملمحين لانه هن هيجيبوا. فهذا مو معناها انه هن والله فجأة هيك من من اللاشئ قرروا انه والله بدنا نعمل للجلوبل ناخد منه مصاري. اه نصيحتي اهم شي اهم شي. ركزوا على الشغلات الايجابية اللي حتجي بابديت اتاكوان تايتن ولا تركزوا على الشغلات السلبية اللي حتجي بالابديت. الشي السلبي اللي حيكون بالابديت هو انه انه هيجي ثلاث شخصيات او اربع شخصيات جديدة انت ممكن تقولوا والله انا لازم اعمل عليهم. لأ. ازا بدك على اللي لازم انت مو لازم تعمل على البانر كله. رح يعطونا اس ار ايرن بلاش. اه واساسا ان يمكن كل الناس بيقولوا احسن شخصية بالايفنت كله والكلابوريشن كله هو اس ار ايرن. فا اه اللي اللي ما عنده جماد زيادة او اللي ما بيدفع بشكل اه بشكل مستمر او دائم على اللعبة انا ما بقول انه لازم تعمل. انا مني وعليه شخصيا رح اعمل فقط من باب ومن باب المي كاسا. فقط. اما اه كشخص بالزات حاول تتجنب انك تعمل على بانارات ما لهم داعي. لانه اعتقد اعتقد البانارات اللي مرتبة واللي هيكونوا مفيدين جايين على الطريق. كتير قريبة. اه بس حاول تستمتع بالايفنت تبع انه حناخد منه جوائز كتير كتيرة. وجمات كتير كتير عفكرة. وبدي لكم على الشغلة اللي ما حكوا عنا باليوتيوب قبل هيك لسه. اللي هي هي. بس اطلعوا لي على الناس اللي هون تحت. انا هاد الشي اللي بيزعجني. اوكي هلا اللعبة عم تقولك انا هعطيك هلا خلال خمسة ايام خمسة عشر جيم. تقوم انت بتجي بتعطيها الوش المعصب. يعني انا مفهمان. شو ممكن اللعبة تعمل? يعني هي عفكرة انا حاسس نيت ماربل بس اللي ناقص انه تجي تفوت على اكاونت الناس واحد واحد تعطيهم كل الشخصيات وتطور لهم كل الشخصيات وخلاص يلا لعاب. هيك. هيك العالم بيكونوا راضين. وانا متأكد انه هذا الشي ازا بيصير حيقوله العالم روحوا المتعة تبع اللعبة وتبع الفارم ومدرشو. انا يعني بحب اني يقعد لاحق الشخصية. هل اصلا عندي كل الشخصيات اللعبة صارت مهم اللي بطل دي اللعبة. هيك حسين. لأ. خلينا لحنا نشوف اللعبة. نترك مجال للمصممين طبعات اللعبة انه يبهرونه بالشغلات اللي عم يعملوها. عم يعطوك جيمات ببلاش. اه في ناس مجربين العاب تاني عفكرة ممكن للعاب بيفرق معهم شو انت عم تحكي. اه. اللي جرب بيلعب العاب لبانداي قبل هيك. اكيد بيعرف هدا الشي. اه اللي لعب وان بيس اللعب ناروتو اللي لعب اه العاب بانداي اعتقد في كتير العاب بانداي ان لعبانها. اه بتفوت. بيعم بيجيبوا العيد بمليون شغلة. بتجي انت بتحكي لهم انه والله الفكرة ما بصير. بيقلك اينام على وجعك. ما رح نعمل شي. مو عاجبك طبعا ما بيقلك بس ما بيرد عليك بالاصل ولا بيتواصلوا معك. بمجرد انه اللعب عم تتواصل معنا دائما عم تاخد فيدباك من اللعبين بتشوف شو بيعجبنا شو ما بيعجبنا. اه هذا الشي كتير ايجابي. اوكي ممكن الناس يكونوا مستائين لانه الناس مفكرين لانه فيه ناس انا بقلكم اه متل بتحسن الرعاء. مو الرعاء حتى الهن اللي ماشية بيمشوا ورا اي حدا. يعني مسلا هاد والله اه هدول اتنين يوتيوبرز حكوا انه هاد الشي غلط. وهنا عم يستعجلوا باللاعبة. فاخلاص احنا بننكرها اللعبة وبنا نقعد نسبون. وهذا. لأ. يعني انا فعليا لما شفت اتاك ان تايتن والله بصراحة مبصصت. لما شفت الكولاب كتير مبصصت. لانه انا كزلمة بعتبر نفسي هلا انا فيتران بلاير. يعني انا هلا موصل للمرحلة انه اه بدي شي جديد. بدي شي اه حماسي. بدي شي هيك للمنافسة. بيجيبوا لنا افنتات جديدة ممكن يكون فيها صعوبة اكتر من الافنتات اللي موجودة هلا بتحتاج انك هذا. يعني الرفيرس ستيجز انا عفكرة كل يومين وانتاني بفوت عرفيرس ستيجز بحاول اني جرب تيمات تقطع فين هيك. اه لا هلا ما ختمتها كلها عفكرة الرفيرس ستيجز كتير اه كونتنت صعبة. وبتحتاج كتير تطوير لحتى تقدر تخلصها. بس جميلة. اه فانا بس هذا اللي حبيت احكي لكم يا اه حاولوا تشوفوا دائما الشي الايجابي بالشي اللي انتو بتحبوه. انا عفكرة ابدا ما عم دافع ما عم دافع عن اللعبة وما رح اخد مصاري اذا اساسا اللعبة بنجح حيد او لا. انا بالنهاية كلاعب مثلي ومثلك. بحب اني انا زل ما انشر الشغلة الايجابية. واحكي عن شغلة سلبية. اوكي اه البانارات اللي عم يجيبوهم ورا بعض كانوا كتير شي سلبي. اه كتير كتير عم يعملوا راش. يعني انا كنت ضد انه يجيبوا فالنتي قبل ما يجيبوا ليليا. لانه ما خلونا نستمتع بالبيرس كتير. اه وكمان انا كنت ضد انه يجي اسكنور الاحمر ضغري بعد اه كينج الاحمر. هذول شغلات سلبيات انا ما عمقول لعبة مثالية ما فيها غلط. لا فيها كتير اخطاء بس هذا الشي تبع اتاك من تايتن انا بالنسبة لي اعتقد انه شي جدا ايجابي. و اه شي كتير رح يحرك من اللعبة و اتمنى اتمنى انه يعني اللي اه شوف. مية واربعة وعشر وش معصب. هلا هي والله معون حق يعصبوا عليها لانه هي بصراحة بتحس انه عمضحكوا علينا. خد عشر جمات و اس ار. ويلا عيش بها نعم. بس هذا كان الفيديو الفطفضة طبعي. اه اتمنى انه يعجبكم الفيديو. و اتمنى انه اذا بتحبوا هادا نوع من انواع الفيديوهات. يا ره تتشاركوني رأيكم. لانه انا كتير بحب اني اخد فيدباك من المتابعين على الشغلات اللي انا عم نزلها. مشان اعرف اذا انا في شي عم نزله غلط ما يعجبكم. اه مشان غيروا يعني هلا انا اجد فترة نزلت على لعبة تانية حسيت انه ما في اقبال كتير والناس يعني بحبزوا انه نزل على سيفن ديدليسنز فمشان هيك صرت ترجع على بس سيفن ديدليسنز. اه فمشان هيك دائما يا ريس تتخلوا عند عندكم يعني تعملوا لي فيدباك. تقلوا لي شو رأيكم بالفيديوهات. شو رأيكم الشغلات اللي ممكن انا نزلكم ياها بتحتاجوا انكم تعرفوا عليها مشان دائما نضلع منزل الفيديوهات هاي فبس هذا هو كان الفيديو تابعنا اليوم ازا عجبكم الفيديو وانتوا جداد لسه على القناة يا ريت تشتركوا بالقناة تعملوا سبسكرايب وتشغلوا الجرس مشان يوصلتكم كل جديد مني وتعملوا لايك للفيديو ونشوفكم على خير.